حيا الروح على أفضل ما يكون داخل معسكر المنتخب وتدريبات المنتخب غياب الشناوي طبعا لحصوله على انظارين وكان أصلا كابتن حسام حسن مقرر راحة الشناوي في اللقاء ومنافسة شارسة لصالح الكرة المصرية ولصالح المنتخب الوطني ما بين محمد عواد مصطفى شبير مصطفى شبير محمد عواد أي أن كان من اللي هيشارك كلنا هنحترم قرار كابتن حسام حسن وحسام عنده من الجرأة ما يكفي الحقيقة لدائما وأبدا الدفع بمن هم في صالح كرة القدم المصرية شفناها مع عدد كبير جدا من اللعيبة بتشوف حضرتك على الشاشة حالة من الراحة النفسية بعد ضمان التأهل مبكرا بعد الجولة الرابعة فلعبنا الجولتين سواء الخمسة أو الستة وإحنا بعصاب مرتاحة ما ضمش كابتن حسام حسن حارس رابع بعد يقاف الشناوي واستمر بعواد وشبير والمهدي سليمان والثلاثة حراس على أعلى مستوى تقم تحكيم جنبي بقيادة عبدالله جميه ومعه مصطفى بوجانج وعبدالعزيز بوليل وحكم رابع لمين جميه ده تقم التحكيم مباراة مصرية بالنسبة لمنتخب بتسوانا إنه المنتخب المريتاني كله أمل في تعصر المنتخب البتسواني والتأهل ومدرب منتخب مريتانيا أميرو عبدو قال إنه احنا بنصق في منتخب مصر وحنا لقبنا سبع مرات مع بتسوانا فوزنا في خمسة واتعدلنا في اتنين منهم خمسة رسمي واثنين ودي عايزة أفكركم بالأنديقة بالمنتخبات التي تأهلت حتى الآن المغرب مصر الجزائر تونس جزر الأمر والسودان الجابون غينيا للسوائية أنجولا كودفوري كونغو الدموقراطية الكاميرون أغندا جنوب أفريقيا بوركينا فاسو السنغان ناجيريا مالي زنبابوي زنبيا بنين بنين النهاردة تأهل يعني دراماتيكي رغم فوز رواندا على ناجيريا إلا إن بنين خطف التعادل من ليبيا في ليبيا وتأهلت بفارق المواجهات المباشرة ثلاث مقاعد لم تحسن منهم مقعد بينافس عليه منتخبنا العربي المنتخب الموريتاني وليبيا لم تقدم ما يشفع لها للتأهل ونتمنى إن شاء الله التوفيق لأخواتنا الأعزاء في ليبيا في الفترة القادمة طبعا عندنا كتير قوي من الكلام اللي ممكن نقوله عن المنتخبات تحط المنتخب الأول على جنب الواحده لكنه ربنا يصر الحال والأمور تبقى أفضل وبكرة عندنا حال أهم جدا فارس وأسامة هنتكلم فيها على موضوع المنتخبات